موسيقى انطلقت في الرياض دورة معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2018 التي تستمر عشرة أيام وتحل دولة الإمارات ضيف شرف للمعرض في هذه الدورة وتشهد هذه النسخة من المعرض أكثر من 80 فعالية ثقافية تتنوع بين ورش عمل وندوات ثقافية وأدبية وأمسيات شعرية ومسرحيات وجلسات حوارية تحل دولة الإمارات العربية الشقيقة ضيف شرف المعرض لأول مرة كضيف شرف يمنح مساحة كبيرة 156 متر تقريبا ويشارك بحوالي 23 فعالية ويشارك أيضا في جدارية ذلك العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين نحن في جناح دولة الإمارات بمعرض الرياض الدولي للكتاب تعرض الإمارات تجربة فيها أكثر من 18 مؤسسة رقافية حكومية مشاركة في هذا الجناح تعرض أحدث الإصدارات من الكتب وكذلك نحن في هذا الجناح ليس فقط نعرض كتب نعرض إما الثقافة وفنون وموسيقى فبالتالي هي تجربة للإمارات تعرض في معرض الرياض الدولي للكتاب معنا من الرياض رئيس اللجنة الثقافية في معرض الرياض الدولي أحمد طابعجي أهلا بك سيد أحمد في عالم يتجه إلى المعلومات الرقمية يعني كيف تقيم إقبال الجمهور لاقتناء الكتب المطبوعة يا أهلا وسهلا أسعد الله مساءكم بكل خير ما زال الورق خيبة وهذا دليل كافي سواء كان معرض الرياض الدولي الكتاب أو المعارض في العالم العربي بشكل عام وما سبق من احتفال وإحتفاء بالكتاب ووجوده في كل مكان فلذلك دائما أقول أن الكتب الورقية هي مصدر من المعلومات وأيضا الكتب الإلكترونية المسموعة وما إلى ذلك من صدر المعلومات الأهم كيف يتفاعل القارئ مع النص طيب هناك دائما من عام إلى آخر تتغير اهتمامات الزوار وأيضا مقتنية الكتب هذا العام كيف يمكن تقييم حجم الإقبال نوعية الكتب التي يرغب الجمهور باقتنائها لعلي أخذ السؤال بمنطلق آخر فيما يخص ما الذي يهتم به الآن الشاب أو الزائر لمعرض الرياض الدولي للكتاب فيما يخص المواضيع الثقافية الموجودة في الساحة فحرصنا في البرنامج الثقافي وفي الفعالية الثقافية على أن نكون مواكبين لما يكون من إصدارات جديدة ومن تفاعل من دول النشر أن نلبي رغبة القارئ والكاتب والزائر بأن القراءة فعل شعبه فعل عام الجميع يمكن أن يقرأ ويتفاعل مع النص وأن يحول هذه الكتب إلى فعاله سلوكيات في حياته فلذلك حرصنا على مواضيع تهم القارئ والكاتب مثل التنمية البشرية مساعدة الكاتب على أن يكتب بإبداع مساعدة القارئ على أن يقرأ قراءة نقدية فلذلك أتت فعالياتنا وفقراتنا الثقافية على هذا المنحنى وهذا ما نجد أيضا في اليوم الأول من إقبال بمعرض وصالة العرض للكتب طيب هناك بعض الكتب الحقيقة في الأول الأخيرة لكتاب جدد لم يضيفوا الحقيقة مواد يمكن الثناء عليها واجهوا انتقادات من زوار معارض كثيرة منها معارض الرياضة الآن مؤخرا في رأيك هل أنت مع الكتاب الجدد وإن كان المحتوى ضعيف ربما لاحقا يزداد قوة وثراء أم أن هناك معايير يجب للكاتب أن يلتزم بها للدخول وطباعة كتاب يحمل اسمه بداية الكتابة مثل التنفس ولكن من يستطيع أن يتنفس بإبداع من يستطيع أن يكتب لأجل أن تقرأ كتبه فالكاتب لا بد بعد تجربته الأولى في كتابه الأول أن يصون قلمه بشكل أفضل أن يتعلم أن يستشير أن يتقبل النقد حتى يكتب بشكل أفضل هذا فيما يخص الكاتب فيما يخص القارئ لكل قارئ ذوق والقارئ حر دائما في اختياراته فلذلك لا تجد أن الجميع يقرأ في التنمية البشرية وإن قرأ في التنمية البشرية تجد أن من يقرأ في التنمية البشرية يعتمد على تعلم الخطوات هناك من يقرأ في التنمية البشرية لأجل أن يغير فكرة معينة فالقارئ يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب أو غيره كذلك الكاتب لا بد أن يفهم بأنك إذا تكتب لنفسك إذا تكتب لأجل أن يقرأ لك أما الحالة العامة فهي حالة إيجابية لأنه نحن بحاجة إلى أشخاص يعبرون عن أفكارهم فهذه مرحلة صحية وحتى ما أثير مؤخرا وتداول في الهاشتاغات لا يمكن أن نختزل معرض الرياض الدولي للكتاب كله لأجل كتاب واحد أو كتابين كذلك لا يمكن أن نحط كل هذا المعرض وكل اختيارات القراء في زاوية واحدة هذا سيكون في ظلم على القراء الآخرين وعلى زوار المعرض الذي يجده متعة ويجده فائدة سواء كان في فعاليات الثقافية أو في المجالات التي يقرأ فيها من الكتب إذن كان معنا من الرياض رئيس اللجنة الثقافية في معرض الرياض الدولي للكتاب أحمد طابعجي شكرا جزيلا لك